موسيقى 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 السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم نحنا رجعنا لكم ببرنامجنا حلقة باسم عشبة بتشفي وان شاء الله رح تحبونا متما احنا منحبكم هنكفي معكم وصفتنا عن التركيب اللي كنا عم نحكي عنا عن الغازات بالمعدة وشو كيف تتأثر المعدة بالارتفاعات طلعنا مثلا من ساحل الى جبل هون بصير في عنا عملية الضغط بالارتفاعات الضغط الجوي بيلعب دوره بالارتفاع بصير فيه ضغط بصير يخف الأكسجين بنا ننتبه لهي الحالة اللي عندهم ضغط او بيعانوا من الأزن الوسطى بانوا ينتبهوا للحالة ها كيف يتعاملوا معا وتكون معدتهم شبه خاوية حتى ما يتأثروا بهالتلاعب الضغط بالارتفاعات او فيهن يعني بدهوا يضطر متلا بيقولوا يجمد المعدة يعطيها متل تقل يوقفها عن الحركة اللي بتتلاعب بالضغط عن طريق يعني منضطر إنسان مسافر ياكل لحمة مشوية ويطلع يسافر منشان ما يصير في عنده تقيق او يصير في عنده تلاعب بالضغط بجسمه ويتأثر منها هايدي الأمور نفترض ما في منها مش موجودة مثلا يضطر ياكل لحمة بدنا هون نوصي في شغلة إنه ياخدها ما يتأثر بهالتضغط الجوة وتكون المعدة مرتاحة الكبد مرتاحة لمرارة تكون مرتاحة ما يصير في عنده يعني تلاعب بتأثر على الضغط وبتعمله مشاكل بالمعدة عنا هون سبق وحكينا عن الكركم هو صديق الكبد صديق حميم للكبد كتير ممتاز وكتير ستات بيوت يعني ربات منزل بيستخدموه بالطبخ خاصة مع الرز بيدفوه للفروج بيدفوه للطبخ بيستخدموه مش للتلوين للطعم برضو بيعطي لان وطعمه هلا بدأ نشرح عنه من ناحية الطبية من ناحية الطبية شو بيفيد؟ اذا انسان شعر انه في عنده متل صفار بجسمو بيلونو بدو ينتبه انه الكبد عنده مستليم بلش فيه عنظمات الكبد عم تلعب متى فيه فيش دليل انه او فيه شبه تضخم او فيه دهون على الكبد هون الاكل مضر فيه اكل مضر بسبب هاي الحالات اذا مسافرين وطلغين مناكل اكل فيه دهون مناكل اكل فيه معجنات بنتبه لها بينما الكركم اللي عم نحكي عنه اللي هو باللغة اللي منعرفها اسم العقد الصفرة عايدا بيفيد الكبد بينشرب مع العسل او بيتاكل وبيتاخذ على ماء او بينغلى شيء بسيط يتحلى بالعسل ويستخدم بشيل هاي الطفرة اللي بتكون بالكبد او تفورة الكبد حسب تسمية كل بلد بسموها اسم ومتل ما منلاحظ انه بيطلع متى الحبوب او بيصير فيه اه تورم بمنطق بالبطن بتصير بالوجه احمرار متل تحسس بينما اذا استخدمنا الكركم بينظفها بيهديها بيبرد الكبد نيجي هون نشرح عن امور تانية نحنا طبيعتنا بنا ننتبه للأكل بيغرينا اللون وبتغرينا الطعمة هاي المركتبات المحطوطة الملونة اذا كانت صناعية هون المشكلة والطعم اذا كان مركب صناعي هون المشكلة فما نلجأ للتلوين منلجأ للطعم الكيميائي فينا نحنا متل ما بتعرف ست البيت كل ربة منزل بتعرف انه البهارات ما هي اعشاب عن تستعمل البهاراتة تستخدم الشاق الطبيعي ما تستخدم الصبغات كل الشاق بتحط صبغة تحط تلونه وتعطيه لون ما فيه عندنا اعشاب هي طبيعية غير مؤزية بتلون اللون البدي اياه تعطي لأي طبخة لأي اكلة تعطيها لون ورونق وجمال بالمنظر يعني بصير فيه شهية للأكل نجي نحنا نقول اي ستبات استخدمت الكركم اللي هو اللي بعدنا عم نحكي عنه كتلوينة وزوض الطعم فيه عندنا فيها تحط معه الكركداء متل ما شايفينه هذا الكركداء تاخد لونه وطعمه حلو طعمه كتير حلو اذا نضافع له مع الأكل مع الجزء بسيط اذا فيه الناس بتخط الشمندر بيعطي لون بدل ما نحط الكركداء فيه الشمندر بيعطي نفس اللون العصد اللون والطعم بس ما نستخدم شاء كيميائي عم نستخدم شاء طبيعي وطعمه حلو وطيب وبيعطي منظر وشهيه انسان بيشتهي اياكل عم نحكي كتلوين عنا الأصفر شو بقنا ألوان موجود بيجوا أشخاص بعض الستات بتجي نحكي هلعن احنا عم نحكي بشكل عام بصحة مفيدة بصحة نكون سليمين ما نشكل يعني بالتركيبة للأكل نعطيها يعني نضغط فيها بالتلوين وبالبهارات كمية البهارات اللي بتنحط تكون محدودة من شان انسان ياكل بشراع بياكل بيشبع بينبسط بأكله وما فيه أزيه في عنا بنفس الوقت أشخاص بيعرفوا كيف يستخدنوا طبخهم وأكلهم بالمناخ اللي هني فيه يعني مثلا أنا طلعت من ساحل إلى جبل وصلت لمنطقة جبلية مناخها جاف مش متل المكان اللي بيكون على الساحل فيه رطوبة بدي أعرف فيه باكل عادي ما فيه أي إشكال بس بدي أعرف كيف اتعامل بالأكل مع المي لازم هون أعرفهم اللي عندهم وصلت للمنطقة الانت يا صدر ريح ما يتاكل فوراً بده يرتاح أقله ساعة ليكون تأقلم جسمه بالمناخ اللي هو فيه وإضافة إلى ذلك ممكن يقوله فيه نصيحة عم بعطيها البصل من الضروريات بالأكل بصل الناي مع الأكل ليش؟ من شان نقدر نستوعب المناخ اللي احنا فيه بينما الساحل شي والجبل شي والهواء بيختلف الهواء تركيبة الهواء تختلف وضغط عندهم ضغط كمان برضه بيأثر فيهم المناخ اللي بيكون جبلي بده برضه ينتبه لهذه القصة يريح ساعة وبعد ساعة أكيد أكل مناسب يتاكل معه بصل نين مش شرط أحمر أبيض البلدي العادي مش شرط اللون نحنا عم نحكي البصل متى القائل بنسمعه من قديم الزمان بقولك بلد اللي بتوصلها بتاكل بصلها يعني المقصود تبديل المناخ من شان ما نجرب ما يصير فيه عندنا تأثيرات الفلونزة ما يصير فيه عندنا يعني رشح هون بيلتقنا السابع اللي عم نحكي فيه المي بنشرب المي بتختلف المي بين الجبل والساحل برضه بتعمل أثار على الجسم ردة فعل بيجرب البانما البصل بيمنع بصل الناي بنقوم نصبر ساعة لشوية أقلة من الجسم مع المناخ اللي احنا فيه هيا من أحد النصائح علاق بنجي عنا فيه نصيحة أنا بنصح فيها قلسة بات إذا بده تعمل شاء لحوم طبخ آه تستخدمه إن كان فيه أطفال أو كانوا شباب تنتبه لملاحظة إنه فيه رجال ما تستخدم نوع اسمه الحبق هو الريحان بيضر بالرجال يعني نحنا كشرك أوسطيين معظمنا بيحب الكبة أو بيسموها كباب اللي هي بلحمة مطخونة بيحطولها البرغل بيحطولها الابهارات المتعدة اللي بيسموها دقة الكبة ما تكتر الحبق هيا نصيحة عن بطيها أنا لأنه الحبق بيؤذي الرجال بيعمل أذية للرجال عفوا بالتعبير يحرق ألماني الحبق وبيأثر بيعمل عنده ضعف جنسي الحبق هيا بده نتبه منها والمردك والشاء قليل يعني إذا ست البيت بتعمل شي ببيتها هي تجاهزوا من نوع هاد البهارات اللي عم نحكي عنه ما تكتر الحبق للكبة في منوا بيأكلوا كبة نية أو بيأكلوا كبة بيقلوها بيشوها شو ما كانت هيا من أحد النصائح النصيحة التانية بعطيها إن كانوا أم ومع بناتها الموجود بأكله بيحتاج لنحط بهارات كتر المردكوش بطريقة ما يعطيه مرارة لأنه إذا خلط مع أعشاب تانية بتروح مرارته وطعمته بتضل متغلبة هيدا صديق الهرمون الإنسوي نحنا عم نحكي برضو بأعشاب وما تخلي يا أختي يعني يتلاعب المرض بجسمك والهرمون يطلع الهرمون الذكري يرتفع هون بيصير فيه مشاكل شعر بيصير فيه مشاكل بالجسم بيختلف بالسمنة منقول سمنة بتكون مشاكل هرمونات وغدد هيا نصائح كلها بنعطيها بإذن الله تعرفوا بيطعملوا بأكلكم وشربكم من شان ما توصلوا للمرحلة ها هلا فيه كتير بنات كتير بنات بيعانوا منها وعلاج بسيط بأسهل وسيلة بالأعشاب لأنه الهرمون بس يتلاعب والغدد بس تصير فيه عنده مشاكل بيصير فيه بيطلع شعر بيطلع أماكن بالجسم بيصير فيه عنده أرداف بيصير فيه عنده بطن بيصير فيه عنده مشاكل مشاكل ممكن تشعر بيطلع نفس ماشي ماشي ما بيهود سليم ما بيهود فيها تمشي هون أنا بعطيكم الطريقة كيف تشتغلوا فيها من شام ما يصير سمنة يعني مثل ما بيقولوا نقفل الطريق على هاي عملية المرضية ما تصير عند الفتاة أو عند المرأة برضو بالأعشاب الطبيعية نحنا شوفيه عندنا عندنا كتير أعشاب بتصين الجسم بتعمله حصان إلى الجسم بتمنع عنه تفوت عليه هايك مشاكل على الغدد لأنه فيه غدد بتسبب يعني عندنا غدد الجسم كله غدد ها بنا ننتبه كيف نشتغل معه بنا نعرف أكلنا شو بيفيد كيف بيفيدنا أكلنا شو الأكل اللي بيدر ها بنا ننتبه له بالطرق اللي بنا نشتغل فيها والنصائح ها إن شاء الله راح تحبونا وبنتنتبهوا لشكل بيعطيكم إياها إنه ما تخلطوا بالأكل ما تخلوا الأكل هو المزاج اليومي وبناكل وجبات متعددة قليلة أفضل ما ناكل وجبات واجبي بيتخمة وما نشرب الماء مع الأكل ما بيصلوا إن في كتير بعض الأطباء قولي ما بيأثر لا أنا بقولكم بيأثر فرق المناخ اللي بيفوت يعني درجة الحرارة طبع الماء والمعدة بيختلفوا كلياً عن بعضهم المعدة عطول بتكون حرارتها مختلفة عن درجة الماء حرارة الماء اللي بنشربها ومتل ما بتلاحظوا إذا إنسان جوعان وأكل بيصير بيبرد جسمه ليش حرارة الجسم كلها وصت لوين للمعدة صارت انحجبت بالمعدة هون بدنا ننتبه عم نحكي بالماء مناكله منشبع بعد ساعة منشرب ماء أو منشرب إذا كنا عطشانين قبل الأكل بنص ساعة هاك الأصول شرب الماء للبشر والماء منشربها بالنهار وقوفاً وبالليل جلوساً برضو إلى أسبابها وإلى شرحها نحنا واقفين عم نغسل ونحنا وقاعدين لاش بالنهار شيء لاش المساء شيء برضو سبحان الله الله خلق لنا بالليل شغلات أمور فيها قصة غروب الشمس ظهور القمر بالنهار ظهور الشمس مع غياب القمر هاي كيف تلعب دور على الصحة وإن شاء الله بحلقات قادمة نكفي معكم أهلا وسهلا فيكم اشتركوا في القناة موسيقى